بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إخواني الطلبة سنقوم بحل هذا التمرين الذي وارد في أحد باكالوريات الجزائر حيث قال آن عاد الطبيعي احسب بدللة آن المجموع آس آن حيث آس آن يساوي أنه واحد زائد أسية زائد الأسية مربحة حتى الأسية قوى آن حيث آس آن مجموع حدود متتالية هندسية أساسها آ وحدها الأول واحد وآ يرمز إلى أساس اللغة الاتمية النيفير يعني أمر بسيط إذن هنا نتعلم من هذه المعطيات أنه مجموع متتالية هندسية ماذا تقول القائدة؟ تقول الحد الأولي ها هو الحد الأول في ماذا؟ في الأساسي ها هو الأساس ها هو الأساس ها هو الأساس وها هو الأساس يتكرر هنا كذلك في الأساس هو عدد الحدود عدد الحدود هكذا الدليل الكبير ها هو الدليل الكبير ناقص الدليل الصغير هنا ربما لا تنتبه إليه هذا المجموع لو أعيد كتابته هو أس آن يساوينا أسية زيرو صفر زائد الأسية واحد زائد الأسية اثنان إلى الأسية قوى آن يعني ها هو الدليل الكبير ناقص الدليل الصغير لأن هذا أسية معروف الأسية قوى صفر هو واحد هذه الأسية عوضت قوى صفر عوضت بواحد يعني تصبح هكذا ناقص صفر زائد واحد ناقص واحد على الأسية ناقص واحد يعني الأساس هكذا الشيء الوحيد هنا الذي طلب انتباه إليه هو أن تلك الواحد هو أسية سفر فقط من هنا إلى هنا كم يوجد لنا من حد يوجد لنا آن زائد واحد حد يعني تصبح لنا أسية آن زائد واحد ناقص واحد على الأسية ناقص واحد ونتركها هكذا يعني لا إذا نصبح أس آن يساوينا الأسية آن زائد واحد ناقص واحد على الأسية ناقص واحد فيه من يقول أن المجموع هنا يعطى لنا بواحد ناقص الكي في قوى الحد على واحد ناقص هو أمر واحد لأن نضرب الفوق بالناقص وهنا بالناقص يعني هنا نضرب في ناقص واحد وهنا في ناقص واحد وتبقى العملية واحدة أنها تصبح واحد ناقص أسية آن زائد واحد على واحد ناقص الأسية يعني أمر واضح كلاهما واضح بكل بساطة إذن هذه هي كيفية حساب هذا المجموع نأتي إلى الفرع الثاني من التمرين إذن هذا هو المجموع نأتي إلى الفرع الثاني من التمرين قال لتكن المتتالية العددية WN المعرفة على آن لما نقول كلمة آن يعني تبدأ من W0 لما يقول آن غير المعدومة يعني تبدأ من W1 أي متتالية بهذا النوع WN تسألنا 2 آن زائد 4 زائد أسية آن قال بيّن أن WN تسألنا UL آن زائد WN حيث UL آن متتالية حسابه يتظهر أمامنا وماذا وماذا و WN متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها لا تلاحظون هي نفسها هذه التي ذكرت هنا في الفوق هذه هي هنا أن هندسية ها هو أساسها وها هو حدها الأول طلب كلاهما يعني أمر بسيط تابعوا جيدا إذن البرهان أن أن WN تساوينا A لأن زائد V لأن تابعوا جيدا فقط تصبح WN ها هي قيمتها هي إثنان AN زائد أربعة زائد الأسية هو AN لاحظوا جيدا فقط من عبارة الحد العام لكل متتالية أن متتالية الحسابية متتالية الحسابية ELE AN عبارتها ما هي عبارتها هي ELE إذا الآن بما أنها هذه تبدأ من الصفر يعني تصبحها كذا ELE الصفر زائد AN PR هذه عبارة الحد العام لما تكون تبدأ من الصفر هذه عبارة الحد العام لمتتالية الحسابية تابعوا جيدا لو تلاحظون جيدا بالمطابقة نجدها ها هي المتتالية الحسابية لاحظوا فقط ها هي الأساس هو القيمة المضربة في an ها هو الأساس حدها الأول ها هو أمك بكل بساطة يعني تصبح قيمتها كم 2n زائد 4 نأتي إلى المتتارية الهندسية دائما أنها تبدأ من الصفر لاحظوا بما أنها تبدأ من الصفر يعني تبدأ هكذا تابعوا جيدا تصبح فيلي صفر في الأساس قوة ماذا؟ قوة an لو تلاحظوا جيدا لاحظوا جيدا نجد أنها تتعامل مع ماذا؟ تتعامل مع القوة إنها تتعامل المتتاري الهندسية أنها تتعامل مع القوة لاحظوا هذه تتعامل عما الجداء انتبهوا فقط هذه تتعامل مع الجداء عدد في an أما هنا تتعامل عدد قوة an ها هي المتتارية أمامكم فقط لأنها من الشكل هذه هذه من الشكل هذا وهذه من الشكل هذا يعني تصبح في an مباشرة كم تصبح 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 أنها أسيت أسيت أن بكل بساطة كيف قمت بفعل هذا الأمر أنه لاحظت أنه أتيت بعبارة الحد العام المتتالي حسابي ووضعتها هنا واستعملت المطابقة كذلك المتتالي الهندسية أتيت بعبارة الحد العام التاحة المشهورة وقمت بالمطابقة فقط فاستنتجت أنها متتالية كلاهما متتالية هذه متتالية إذا بي أساسها كم أساسها يساوينا إثناني وحدها الأول إلي صفر عوض هنا بالصفر عوض هنا بالصفر مباشرة هيا نعوض هنا بالصفر كم تعطي لنا تعطي لنا أربعة لأنها تصبح إثناني في صفر إثناني في صفر صفر زائد أربعة يعطي لنا أربعة نأتي إلى المتتالية الهندسية متتالية إذن في لآن متتالية هندسية أساسها كي كم يساوي يساوينا الأسية وحدها الأول في صفر يساوي نعوض هنا بالصفر هنا نعوض هنا بالصفر وهنا بالصفر تصبح أسية صفر كم واحد ها هي كيفية الجواب بطريقة بسيطة جدا فيه براهين طويلة وكثيرة إلا أن اخترتنا هذا البرهان حتى تتمكنوا من الفهم السارع قال ثالثا أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي الآن فإن لاحظوا لاحظوا جيدا لو نلاحظ لو نلاحظ جيدا ها هو لاحظوا فقط ها هو إلي سفر زائد إلي واحد زائد حتى إلى إلي آن والدائع على ذلك أن إلي سفر كم قيبة ها هو أمامكم إلي سفر وإي لآن إي لآن ها هي أمامكم ها هي عبارة أمامكم لاحظ نفسها وكأنما الآن ماذا قال قال أحسب مجموعة متتالية حسابية يعني بسيغات أخرى إثبات أن أن أربع زائد ستة زائد ثمانية حتى ماذا حتى إثنان آن زائد أربعة تساوينا آن زائد واحد في آن زائد أربعة تابعوا فقط الأمر بسيط تابعوا إذن ثمانية لاحظوا أربعة زائد ستة زائد ثمانية حتى لاحظوا حتى إلى ماذا إلى إثنان آن زائد أربعة هي نفسها إلي سفر زائد إلي واحد زائد إلى ماذا إلى إلي آن وهذا المجموع مجموع ماذا مجموع متتالية ها هي أمامك متتالية حسابية ماذا يقول مجموع المتتالية الحسابية إذا سميناه أس فتحة أس فتحة آن يقول مجموع الحدود مجموع الحدود ماذا يقول يقول الدليل الكبير يعني النهائي ناقص هذا الدليل الصغير يعني البداية زائد واحد لجب أن تضيفها من عندك هكذا على إثنان في الحد الأول ها هو الحد الأول وإلي سفر زائد الحد الأخير ها هو الحد الأخير إلي آن يساوي آن زائد واحد على إثنان في الحد الأول ها هو أمامكم ها هو أربعة زائد الحد الأخير ها هو أمامكم ونفسه موجود هنا في التمرين ها هو هو أربعة زائد إثنان آن قلبت فقط تساوي لكم كم تساوي لنا آن زائد واحد على إثنان لماذا هذا مع هذا ثمانية زائد إثنان آن نقوم الآن بإختزال يعني هذا مع هذا مع هذا لأن عملية في تصبح آس آن فتحة يساوي لنا كم يساوي لنا آن زائد واحد في ماذا في ماذا في كم يبقى لما نقسم على إثنان يبقى أربعة زائد آن وهو المطلوب الذي طلب منه بكل بساطة هكذا فقط نأتي إلى السؤال الأخير للتمرين حيث ماذا قال قال استنتج المجموع آس بدلالة آن حيث آس استنتاج آس آس بدلالة آن تابعوا فقط لو تلاحظون إلى آس يساوي لنا W0 زائد W1 زائد إلى ماذا إلى WN إلى WN يعني هكذا كم تعطي لنا تعطي لنا آس يساوي لنا ماذا يساوي لنا ماذا لو تلاحظون جيدا إلى W ما هي W إذن W هي إلي آن زائد لدينا WN تساوي لنا إلي آن زائد V آن وكأنما هذه ماذا تصبح لديكم تابعوا جيدا فقط وكأنما هذه WN هي مجموعة متتالية حيث مجموعة هذا الأس عفوا هذا الأس يصبح مجموعة لمتتالية حسابية زائد مجموعة لمتتالية هندسية لماذا لأن هنا متتالية حسابية وهنا متتالية هندسية ومجموعة هذا WVN يصبح كذلك مجموعة المتتالية الحسابية زائد مجموعة متتالية الهندسية بصفة عامة يعني أكرر لاحظ الأصل في التمرين هنا هذا بما أن WVN يساوي إلي زائد VL ومتتالية حسابية هاية أمامكم وهذه VL هندسية فيصبح مجموعة WVN كذلك هو مجموعة المجموعين يعني تصبح S يساوي هذا المجموع الذي قمنا الآن بحسابه كم وجدناه AN زائد 1 في 4 زائد أو AN زائد 4 العفو العفو سأقوم هنا بالمحر ربما لما نخلط الأمور تصبح AN زائد 4 هذا فيما يخص المجموع لهذه لهذا هذه متتالية نأتي بمجموع هذه قد قمنا بحسابه في الأول هذا كم هو هذا المجموع سنة لو نرجع إلى الخلف سنجد المجموع ها هو أمامكم تابعوا العفو ليس هنا لاحظوا المجموع كان العفو نعم هو هنا تابعوا ها هو المجموع ها هو المجموع أمانة تابعوا هو 1 ناقص أسية AN زائد 1 على 1 ناقص الأسية بصفة عمية يعني تصبح كذا زائد العفو على بعض الأخطاء الأسية AN زائد 1 ناقص 1 على الأسية ناقص 1 هذا هو المجموع مجموع S وكرر قال لماذا فعل الأستاذ هكذا لأن قلت S يساوي ماذا W V سيفر ما هي W V سيفر لو ترجعون إلى هذه القاعدة هي E0 زائد V0 زائد E1 زائد V1 زائد إلى E1 زائد V1 لو نقوم بنزع الأقواس تصبح الحدود حدود VE0 زائد E1 زائد حتى E0 هو ماذا هو مجموع هذا مجموع المتتلئ الحسابية وV1 وV2 وV3 هو مجموع ماذا هو مجموع المتتلئ الهندسية وقد قمنا بحسابه من قبل هذه المتتلئ VL قمنا بحساب مجموعها من قبل يعني يصبح هو مجموع المتتلئ الحسابية زائد مجموع المتتلئ الهندسية فقط وإلى لقاء آخر إن شاء الله وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو وشكرا